أم رشيد من اليمن تقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من دون إذن زوجها إذا كان لا ينفق على البيت أم رشيد بارك الله فيك أولا بالنسبة للعلاقة بين الزوجين يجب أن تكون قائمة على المعاشرة بالمعروف لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ولقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذا الأصل الأمر الثاني هناك حقوق واجبة للمرأة على زوجها وهناك حقوق واجبة للزوج على زوجته فإذا أدى كل طرف الحق الواجب عليه استقامة الحياة ومن جملة الحقوق الواجبة على الزوج تجاه بيتي الإنفاق عليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولهن أن تنفقوا عليهن بمعنى أنه يجب على الرجل أن ينفق على البيت ينفق على البيت فإذا أخلى الرجل بهذا الحق لا يعني أن المرأة خلاص تتمرد على زوجها ولا تطيعه وتخرج من دون إذنه هذا غير صحيح هذا غير صحيح فذهاب بعض الحق لا يعني هدم الحقوق كلها فأنت بارك الله فيك تؤدين الحق الذي عليك وتسألين الله حقك إذا منعك الزوج مع التأكيد على أنك لك كامل الحرية في مطالبته وفي محاكمته إذا أردت أيضا عند المحكمة إذا رفض بحيث أنه لا يوفر الضروريات ولا الحاجيات فلك الحق الكامل في مطالبته ومحاكمته وإدخال طرف آخر لكن ما يكون بمثل هذا الإسقاط الحقوق والتمرد على الزوج والتمرد على البيت لا يا أخت الفاضل هذا كل شيء نضعه في نصابه أنت الآن تقولين لزوجك تقولين له يجب عليك أن تنفق هذا حقنا عليك إن استجاب استجاب ما استجاب تدخلين طرف ثالث تقولين له من أهله مثلا يصلحونه إن لم يستجب أنت بالخيار في مفارقتي أو محاكمته عند القضاء بارك الله فيك